اشتركوا في القناة مصطفى تشاكر بالبوليدا في ساعة القليلة القادمة من أجل الوقوف على مدى جاهزية الملعب قبل مواجهة النيجر في الثامن من شهر أكتوبر القادم وحسب آخر الأصداء فإن أرضية الملعب تتواجد في حالة مقبولة بعد تهيئتها من قبل مسؤولي ملعب مصطفى تشاكر بالبوليدا هذا ومن المرتقب أن يحل لعبو المنتخب الوطني اتباعا بأرض الوطن بداية من الثاني من الشهر القادم علم موقع جيل ديزاد من مصادره الخاصة أنه من المرتقب أن يتم عقد اجتماع المكتب الفيدرالي للاتحاد الجزائري لكرة القادم في ثالث من الشهر القادم في انتظار تأكيد رسميا من الفاث وكان أعضاء المكتب قد عقدوا أمس اجتماعا طارئا لنظري في عديد القضايا العالقة التي لم يتم تسويتها بعد إلغاء الرئيس لاجتماع المكتب الذي كان من المقرر إقامته بقسنطينا اجتماع أعضاء المكتب جاء كردة فعل لتأكيد تذمرهم من خرجات الرئيس الذي لم يفصل لحد الساعة في عديد المشاكل التي تعيش والهيئة أقول منذ تنصيبه على رأسها من بينها قضية تكييف القوانين ازدواجية المناصب لوائح الرابطات والأزمة المالية في أخبار محترفين سقط دولي والجزائرير يظمحرز رفقة فريقه مونشستر سيتي الإنجليزي في ثاني جوالات رابطة أبطال أوروبا أمام مضيفه البيس جي بهدفين لصفر ورغم الهزيمة القاسية إلى أن محرز قدم أداء مثليا واختير كأفضل لاعب في فريقه خلال هذه المواجهة مدرب الفريق بيب غورديولا أثنى على الدولي الجزائري خلال الندوة الصحفية مؤكدا أنه حثى اللاعبين على ضرورة إيصال الكرة إلى المحرز في الجزء الأخير من الملعب نبقى دائما مع أخبار محترفين حيث اختير الدولي والجزائري إسماعيل بناصر كأفضل لاعب في الفريق من خلال مواجهة دور أبطال أوروبا أمام أتليتيكو مادريد المباراة التي انهزم فيها الميلان بثنائية لواحد قدم فيها بناصر أداء جيدا قبل خروجه في الدقيقة الثمانين التي تلقى بعدها أشبال ستيفانو بيولي هدفين قاتلين وتتواصل اليوم فعالية اليوم الثاني من منافسة رابطة أبطال أوروبا أن سيكون ودولي والجزائري عيساماندي على موعد مع مواجهة القمة أمام مونشستر يونيتد الإنجليزي ومن المرتقب أن يكون مدفع الخضر على الدكة البودلاء بعد أن وضع مدرب الفريق أوناي إمري الثقة في ثنائي راول ألبيول وبوتراس مشاهدين الأفاضل البرنامج الكامل لمباراة اليوم من منافسة رابطة أبطال أوروبا محليا كشفت إدارة اتحاد العاصمة في بيان لها عبر حسابها رسمية على الفيسبوك عن توقف أشغال الجمعية العامة العادية للمساهمين في النادي وهذا بعد حدوث حالة من الفوضى والتصرفات السلبية من قبل بعض المساهمين وتم تأجيل الجمعية العامة العادية للمساهمين احتجاجا منهم على تلقيهم المتأخر للحصيلة المالية والأدبية قبل 24 ساعة فقط عن موعد أشغال الجمعية العامة العادية ختما أعلن فريق شباب الوزداد عن تأخر التحاق مدربه كارلوس باكيتا بالنادي إلى موعد اللاحق بسبب عدم حصوله على التأشيرة للدخول إلى الأراضي الجزائرية باكيتا كان من المنتظر أن يحل اليوم بالجزائر من أجل مباشرة مهامه بصفة رسمية إلى أن الأمر تأجل إلى موعد اللاحق إلى غاية تسوية وضعيته مشاهدي الأفضل الختم وأخبار الرياضة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة